ومواصلة لسينياريو الحصار والتجويع للشعب اليمني عاود طيران العدوان السعودي اليوم قصفه للعاصمة صنعاء مستهدفا في وقت مبكر من صباح اليوم مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية ما أدى إلى اندلاع الحريق وتصعد ألسنة الدخان بكثافة وعلى مدى خمسة أشر منذ بدء العدوان السعودي على اليمن استهدف طيران العدوان مطار صنعاء وقاعدة الديلمي بشكل متكرر كما شن الطيران العدو السعودي سلسلة غارات على مديريات محافظة صنعاء في خولان الطيال وأرحب حيث شن عدة غارات على معسكر العرقوب بخولان وغارات على بيت مران بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء